في البحث والتنقيب تستغرق يداك طويلا وانت تبحث عن اجابة شافية لسؤال وحيد من يقف خلف صناعة الموت في البلاد وبالتأكيد من عنوان هذا التقرير فانك تنتظر لحظة سماع اسم حزب التخريب مع الولادة العصيرة التي انجبت حكومة بدأت العمل في زمان الحظر والتجوال الشحيح كانت حكومة الكاظمي وما زالت تفتح ملفات مدينة تراكمة ما بين فساد على المنافذ وفساد صنعه كورونا وفساد يحدثه صناع الخراب وتحدثه الميليشيات المسلحة وانت تشاهد الاحداث المتسارعة لابد ان تأخذ قصطا من الامل تتنفس التفاؤل بواقع يعيد للطالب مسيرته التعليمية وللمريض صرير شفائه وللبيت سكون اهله ان يبنى الفساد على ارض ثابتة في يد اللصوص هو الوجه الاخر للفساد المقنع وباسم الصحة تضيع فرص العلاج من امراض عصفت باجساد العراقيين كذلك التناقض الاشد فتكا في المشهد العراقي يثير غرابة الموقف وشر البلية ما يضحك فانت المتسائر عن مشهدين متلازمين دوما في كل عملية ارهابية او انتشار السلاح هنا وهناك يريد الجميع احترام القانون لكن كيف يظهر من لا يريد للعراق ان يصبح دولة مؤسسات منهم اذا من انتم يتساءل العراقيون يقول المثل العربي المعروف اذا كثر طباخو طبخة احرقوها لذا فان العقل والمنطق يجيب على كل ما يحدث في الاجواء وعلى الارضة ان حزب الخراب الذي يحيي نشاطه في العراق ويوقد شعلة الفساد من خلاله هو الذي يؤخر للعراقيين احلامهم بشوارع نظيفة وحدائق واسعة وصحة وافرة وتعليم ومطارات وسفر اما طريق القانون والمؤسسات فهو الحل الجدري امام سطوة النفوذ وحرب الديوك على حساب العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة